أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القاعدة العلاء النائب الأول رئيس مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بما يقديمه أبناء مملكة البحرين عبر مختلف مرحل التاريخ من أعظم صور التضحية والفداء ومعاني المسئولية تجاه وطنهم وأمتهم مشهدا سموه بالروح المعنوية العالية والكفاءة التي يتحل بها منتسب قوة الدفاع المشاركين في دعم الشرعية وعملية عادة الأمل بالجمهورية اليمنية الشقيقة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لشعبها الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ونوه سموه بأن احتفال مملكة البحرين بالتاريخ 17 ديسمبر من كل عام بيوم الشهيد يأتي تكريما وتخليدا من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعى بأبنائه البررة الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن ونصرة للحق سائلان الله العلي القدير أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحة وأن يعيد أبناء البحرين المرابطين سالمين جا ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم بزيرة إلى الحرس الملكية ولدى وصول سموه إلى ميدان الاحتفال كان في الاستقبال العمد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على سموه وبعد أن عزفت الفرقة الموسيقية سلام الملكي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء بتفقد طابور العرض الذي استفى لتحية سموه وقد بدى الاحتفال بتلاوة أيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى العمد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 مجموعة العلم جنبان سناع قوة اسرع سيدي في هذا اليوم يتشرف الحرس الملكي بحضوركم الكريم وبهذه الرعاية الدائمة من لدن سموكم حفظكم الله سيدي يتشرف العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو المعالي والسعادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي نتشرف في زيارتكم للحرس الملكي في هذه الأيام الوطنية المباركة التي عمّت مملكتنا الغالية كما نتشرف في هذا اليوم بتكريمكم لأبنائكم من قوة الواجب ثمانية التي عادت مؤخراً من جبهات وساحات القتال من أرض اليمن الشغيق نصرةً لديننا الحنيف ودفاعاً عن عروبته وسنداً لشعبه ولحكومته الشرعية ضد قوة الشر والظلام سيدي كما أننا نعتز ونفخر في قوة الدفاع بتنفيذ التوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدّة القائدة الأعلى حفظ الله ورعاه بالوقوف مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دفاعاً عن حدودها الجنوبية سيدي تنفيذاً لأوامر سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فأن قوات الواجب قد تم تعزيزها لتشمل مشاركةً كافة من القطاعات والوحدات العسكرية في قوة الدفاع بالتناوب مع أخوانهم بالحرس الملكي المكلفين بقيادة الواجب وجاءت هذه الأوامر والتعليمات الفذّة والسديدة من لدن قائدنا الأعلى لتعزيز مفهوم بناء القدرات التدريبية والقتالية أثناء العمليات لمنسوب قوة الدفاع في مناطق الواجب على جبهات القتال سيدي سمو نائب القائد الأعلى لقد كان لدعمكم ومساندتكم لأبنائكم في قوة الدفاع وتذليل كافة الصعاب أمامهم في كافة الواجبات والمهام أكبر الأثر فيما وصلت إلي قواتنا في هذا المستوى العسكري المتميز وفي الختام أدعو الله العزيز القدير أن يحفظكم ويحفظ مقائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدّة القائد الأعلى وحفظه الله ورعاه سنداً وذخراً للأمة العربية والإسلامية وأن يديم عليه دوام الصحة ولباس العافلة وأن يحفظ مملكتنا من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاعدة على نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتقديم الأوسمة التقديرية لضباط وضباط صف وأفراد بالمتسب قوة دفاع البحرين المشاركين في قوة الواجب ثمانية والتي تفضل بمنحها لهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدّة القاعد الأعلى حفظه الله ورعاه تقديراً لهم على جهودهم في دعم الشرعية وعملية عادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة حضر الاحتفال سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر